ومن موجز الأخبار ننتقل الآن إلى أبرز عنوين الصحف المحلية والعربية اليوم ستكون البداية مع منشات صحيفة نداء الوطن التي عنوانت مقاطفي بعبداليوم مودي عن التغييرون الساعد الأيمن لجبهة الشغور والأسد رسم حدود عون العين لا تعلو على الحاجب فطبعا هذا هناك زخم لم يشهد له العهد مثيلا في عزي أيامه إذ تفطق ذهن الرئيس ميشيل عون عن كل الإنجازات المكسورة عليه على امتداد ستة أعوام فقرر أن ينجزها في ستة أيام مدفوعا بأدرينالين الترسيم البحري مع إسرائيل لكن رئيس الجمهورية وفي آخر سكرات ولايته أقدم على دعسة ناقصة تجاوز فيها خطوط محور الممانعة الحمراء ما استدعى من حليفه الرئيس السوري بشار الأسد توديعه بصفعة ودية على الجبين جعلته يصطفق من نشوته ليتذكر بأن العين لا تعلو على الحاجب إذ وبينما كان عون يستنفر الجهود والوفود باتجاه دمشق معلن الانتداب نائب رئيس مجلس نواب اليسبو الصعب إلى العاصمة السورية غدا لمناقشة ملف الترسيم البحري بين البلدين سارع الأسد إلى ترسيم حدود عون نفسه وذلك في التعاطي مع رعاة عهده الأقليميين فأوعز إلى المسؤولين في استفارة السورية في بيروت لإبلاغ وزارة الخارجية اللبنانية بقرار الاعتذار عن عدم استقبال الوفد الرئاسي العوني لارتباطات وانشغالات مسبقة علما أن مصادر لبنانية نقلت عن مسؤولين سوريين اكتفاءهم لدى استضاح مراجعهم عن أسباب قراء إرجاء الزيارة بالقول إن هذا الموضوع مو وقت الآن وأوضحت المصادر أن مسألة الترسيم الحدودي مع سوريا متشعبة ومعقدة ومتداخلة بين البر والبحر والجانب السوري لا يبدي حماسة للخوض في هذا الملف خصوصا مع عهد منتهي الصلاحية كما أن حزب الله ليس في وارد دفع باتجاه حل الإشكالية الحدودية بين لبنان وسوريا لما لها من منافع تفوق مدارها بالنسبة للحزب طبعا يعني هذه الجهات أبدت أسفها لكون تعذر ترسيم الحدود البحرية مع سوريا سيعيق عمليات تلزيم الشركات في التنقيب والحفر في البلوكات الشمالية في لبنان من صحيفة نداء الوطن سوف ننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية حيث كتب الزميل عماد مرمل الاحتراما لعون هكذا تصرفت وطبعا هذا الكلام منقول عن رئيس مسلس النواب نبيه بري فلقد عزم الرئيس بري على الدعوة إلى حوار وطني حول الاستخاب الرئاسي لملء جزء من الفراغ مع انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون وتعذر انتخاب جديد ضمن المهلة الدستورية وبهذا المعنى فإن جلسات الحوار إذا اكتمل إنصابها السياسي ستحل مكان جلسات الانتخابات غير المجدية والتي تستمر في الدوران حول صندوق الاقتراع إلى حد الدور ومن دون أن تلد الرئيس المرتقب لجمهورية وليس معروفا بعد ما إذا كانت كل الكتل الأساسية ستتجاوب مع طرح الرئيس بري علما أن مقاطعة بعضها قد تعطل فرصة الحوار من أساسها ولكن هناك تساؤلات من سيرفض التجاوب مع دعوة بري سيكون محرجا وسيظهر كأنه يعرق لإمكان انتخاب رئيس لجمهورية بمعذل عن المصير التي سيقول إليها الاختراح بعقل طاولة لم الشمل يبدو واضحا أن رئيس بري أراد عبر هذا الأرنب الحواري أن يبرئ ذمته وأن يبلغ من يهمه الأمر أنه أدى واجبه كرئيس للمجلس وعلى الآخرين أن يتحمل مسؤولياتهم وتابعات مواقفهم في حين خضع توقيت حوار بري إلى الاجتهادات والتأويلات إذ ينقل زوار رئيس المجلس عنه توضيحه أنه لم يدعو إلى طاولة حوار في شأن الملف الرئاسي قبل نهاية العهد من باب اللياقة واحتراما للرئيس ميشيل عون الذي هو رئيس البلاد حتى 31 تشرين أول وهذا الأمر أبلغه بري إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عندما استقبله في عين التيني على رأس وفد من التيار ويشير بري إلى أن طاولة الحوار المرتقبة ستعقد في المجلس النيابي أو في عين التيني بمشاركة رؤساء الكتل الممثلة في المجلس لكنه يلفت إلى أن توجيه الدعوات رسميا سيحصل بعد أن يشعر أن الضرف ناضج للحوار وأن لدى الكتل أو هذه الكتل مستعدة للحضور وأن هناك حدا أدنى من احتمال النجاح ننتقل الآن إلى صحيفة الأخبار والتي تناولت أحد ملفات الفساد فكتب الزميل رضوان مرتضى مغارة النافعة دفاتر مزورة وتنجيح راسبين ورشا على المكشوف منذ عشرة أيام فتحت مغارة النافعة وحاصيلة المتورطين حتى الآن في قبض رشا وتزوير دفاتر سوئة وتسجيل سيارات ودراجات نارية بلغت أحد عشر موقوفا حتى اللحظة بينهم رئيس مصلحة تسجيل السيارات في الوزاع وموظفون ومعقبون معاملات وسماسرة مع معلومات عن تورط عناصر من أحد الأجهزة الأمنية طرف الخيط بدأ كان خلال تحقيق مسلكي في ملف يتعلق بتزوير 132 دفتر قيادة وتوقيف المتورطين إداريا طبعا هذا أتى بعد توجيه أيضا كتاب إلى مدة عام التمييز القاضي غسان عويدت هذه المستجدات أعقبها تغريدة نشرها الزميل في قناة الجديد هادي الأمين بشأن دفاتر القيادة المزورة التغريدة تلقفها جهاز أمن الدولة الذي حرر مديره العام اللواء توني صليب كتاب معلوماته بفحب التغريدة لتبدأ التحقيقات في المرحلة الأولى لم يعترف أحد من الموظفين بما يجري لكن شاهدا واحدا وهو صاحب مقدب قيادة كان شهدته الركيزة الأولى التي انطلق منها المحققون لتبين بينا لاحقا بأن هذا الشاهد هو أيضا من المتورطين كم أيضا تبين أن هناك تورط لعناصر أحد الأجهزة الأمنية في الأمر هنا أشارت القاضي الخطيب بختم التحقيق وإحالته إلى فرع المعلومات لقوة الأمن الداخلي للتوسع في الإستجواب وقد علمت الأخبار أن رئيس النافع أنكر بداية علاقته بالتزوير مدعيا أن التوقيع الموجود على الدفتر هو مزور غير أن المحققين في فرع المعلومات توصلوا إلى أدلة تعزز شبهة تورطه فتقرر توقيفه وستدعى المحققون أصحاب مكاتب للقيادة وموظفين ومعاقبين معاملات وعددا ممن حصلوا على دفاتر القيادة المشتبه فيها وبعد الاستماع إلى أفدتهم أصدرت القاضي الخطيب قرارا بمنع سفر عددا بحقهم وطبعا يعني بحسب المعلومات أو بما حسب ما ذكر الزميل ردوان مرتضى في هذا المقال يتبين بأن الرشوة كانت تتروح بين 100 و 500 دولار وقد كرت سبحة التوقيفات وأصدرت القاضية نازك الخطيب أمس قرارا جديدا بتوقيف سبعة موظفين آخرين تبين ضلوعهم في عمليات التزوير وقبض الرشا كما أن الملف لا يزال قيد التحية في فرع المعلومات الموضوع الأخير الذي سننتقل إليه اليوم هو في صحيفة الأخبار أيضا وهو مسألة تعديل تعريفات الأعمال الطبية والاستشفائية الضمان يضحق على المضمونين فأمر سريعا على هذا المقال قبل استضافة نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سيد سليمان هارون طبعا على نحو عامين خفت كثيرا المعاملات الاستشفاء لدى صندوق الضمان خاصة وأن المريض أصبحت الفاتورة مختلفة كليا ولا تساوي شيئا بالنسبة للمريض فقد توقف كثر من المضمونين عن السير في معاملات الاستشفاء على حساب الصندوق فبدل أن يطفع الصندوق 90% من قيمة الفاتورة مقابل 10% للمريض باتت الآية معكوسة اليوم طبعا تنخفض هذه القيمة بشكل كبير جدا ولكن برغم من ذلك أصدر صندوق الضمان الاجتماعي قرارا بتعديل هذه التعريفة ورفعها من 1500 إلى 3750 ولكن يبدو أن هذا الأمر لا يناسب المستشفيات الخاصة التي لم تتريس في رد حتى هذه الساعة ولكن عندما وصلها كتاب الضمان الاجتماعي قالت ما بيمشي الحال